ترأس رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي الاجتماع الأول للمجلس الوطني للهيدروجين الأخضر لعرض الموقف التنفيذي لمشروعات الهيدروجين الأخضر وأكد مدبولي أنه من خلال هذا المجلس يتم خلق ألية سريعة للموافقة على مشروعات الهيدروجين الأخضر مضيفا أنه من المقرر في وقت قريب اطلقوا الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر كما وجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تنفيذية لتلقي طلبات واستصدار الموافقات المطلوبة كما ترفع اللجنة توصياتها إلى المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر كما وجه مدبولي في نفس الإطار بالنظر في إطلاق حزمة حوافز استثنائية إضافية للشركات الأولى التي ستقوم بتوقيع العقود النهائية شريطة حياز تلك المشروعات على التمويل اللازم وكذا شريطة جهازياتها للبدء الفوري في التنفيذ